بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف وحفظه الله ثلاثة أي الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين مرة بنا حكمان الإظهار والإظهار واليوم نأخذ الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو القلب القلب وتجد في كتب المعاصرين من يسميه الإقلاب الإقلاب إلا أن لفظ القلب أصح لأنه المصدر قلب يقلب القلب الإقلاب لأن إفعال لا يأتي إلا من أفعال على كل إن قال القلب هو الإقلاب المعروف لغة تعرفه تحويل الشيء عن وجهه تحويل الشيء عن وجهه هذا بين أيديكم فإذا قلت قلبت الهاتف حولته من وجه إلى وجه إذا قلت قلبت الهاتف بمعنى حولته من هذا الوجه إلى هذا الوجه هذا معنى القلب في اللغة أن تحول الشيء من وجه إلى وجه آخر المترجم للقناة 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 Dan nanti akan kita dengarkan Pengucapannya Dari أنتو وهكذا ننتقي للمثال الثاني مم بعد من نونساكن أولا قال يمن حركة ماذا وقع معدها ب إيش حكمها أن تقلب إلى مم مم كيف تؤدى مم بعد وهكذا المثال الأخير علي من تنوين أولا ضمتان ضمتان ماذا وقع معدها الضمتين بعد التنوين ب أشحكم هذا التنوين أن يقلب إلى مم فنقول علي مم علي مم المم الأولى آخر كلمة عليم ثم التنوين الذي يقلب إلى مم علي مم كيف يؤدى آخيرا علي مم مم Kemudian contoh yang kedua yaitu ya ada نونساكن kemudian setelahnya hurbah ini pada dua kalimat ya pada dua kata kalau yang pertama pada satu kata ya pada dua kata yaitu nun sukun kemudian ketemu dengan setelahnya adalah hurbah maka nunnya dirubah atau diganti menjadi mim ya begitu pada contoh yang ketiga pada contoh yang ketiga ini pada dua kata itu disitu ada tanwin ya ketemu dengan ya bak setelahnya hurbah ya maka ya disitu nunnya dirubah apa tanwinnya dirubah menjadi menjadi bak menjadi mim ya menjadi mim dan nanti ya sebentar lagi apa pengucapannya praktek pengucapannya Well inda سمع minkum adat هذه الامثلة كَلَّا لَيُنْبَذَنْ 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 من بعد عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور مرة بنا بالأمس حكم الإضام هل أخذنا علامته؟ لا لم نأخذ علامته أقرنا ذلك إلى مجلس اليوم قبل أن نأخذ علامة القلب علامة الإضام نعود إلى الحاشيه نعود إلى الحاشيه في الصفحة الثالثة والعشرين نعود إلى الحاشيه نعود إلى الحاشيه يقول في الحاشيه هناك تقسيم آخر للإضام الذي مر معنا في الدرس أن الإضام يقسم إلى قسم إضام بغن وإضام إيش؟ الآن عندنا تقسيم آخر لا تربط بينه وبين ممر افصل بينهما ذاك تقسيم مستلح عليه عند العلماء وهذا تقسيم آخر لا علاقة لهذا بذاك يقول وَعَلَيْهِ وَضِعَتْ عَلَامَةُ الْإِضْغَامِ إِذَنْ عَلَامَةُ الْإِضْغَامِ في إحكام النون الساكينة والتنوين والفي غيره في المصحف الشريف وضعت وفق هذا التقسيم وضعت وفق هذا التقسيم فلذا ذكرنا ثم تقسيم آخر ثم تقسيم آخر تقسيم آخر تقسيم آخر تقسيم آخر تقسيم آخر العلامات تدخل في علم الضبط سهل على فلين يقول الكامل الكامل هذا القسم الأول إضغام كامل وهو عند حروف نرمل إذن يرملون كم عدد من الحرف ستة أو لا؟ نأخذ منها أربعة وهي النون والراء والميم واللام نرمل نرمل هذا هو الإضغام الكامل هو القسم الأول وعلامته عدم وضع السكون في النون مع تشديد الحرف التالي هكذا إذن علامته ألا نضع أي علامة على النون الساكن لاحظ في قوله من هل على النون علامة السكون؟ لا ليس عليه أو علامة طيب ماذا على اللام؟ تشديد إذن النون لا يضع عليها أي علامة السكون؟ ولكن يشدد التالي وهو اللام في هذا المثال من لدنا؟ اللام مشدده إذن يسمى الإضغام هنا إيش؟ كامل هذه علامة الإضغام الكامل قال وفي التنوين علامته في التنوين تتابع الحركتين مرة معناه في الإظهار تراكب إيش؟ حركتين هنا تتابع فرق بين التراكب والتتابع فالتراكب حركة فوق حركة والتتابع حركة تتلوها حركة قال هكذا لاحظ فتحة ثم فتحة وهكذا كسرة ثم كسرة وهكذا ضم ثم ضم مع تشديد الحرف التالي نحو وفور الرحيم إذن التنوين متتابع والرأو مشدده هذا علامة الإضغام الكامل إحفظ ذلك إذن الإضغام الكامل له علامة وهو أن يُعرّن حرف من علامة السكون ثم يُشدده الحرف التالي فإذا رأيت ذلك فالإضغامه كامل ثم يُعرّن إِذغام كامل Jadi Hidum kamel ini terjadi pada Pada huruf narmulu Dan alamatnya Tandanya Yaitu Tidaklah diletakkan sukun pada nun Tidaklah diletakkan sukun Pada nun Kemudian apa Ditasdit huruf yang berikutnya Ditasdit Pada huruf yang berikutnya Pada nun ada sukunya tidak Tidak ada kan Kemudian setelahnya ada Tidak ada Maka itu apa Namanya idgum kamel Itu pada idgum kamel Kemudian pada tanwin Tanwinnya ini adalah Tataba yaitu berurutan Jadi setelah Itu ada berurutan kan Bergeda dengan tarokum Kalau tarokum apa Tarakub 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 ya Apa namanya Bertumbuk Tarakub apa Bertumbuk Maksudnya apa Bertumbuk Tapi disini apa Tapi disini apa Tata abu Yaitu berurutan Ya Dan contohnya itu Itu pada Ya Pada Itu Ada dua Kemudian apa Fathatan Itu Atau Kasrotan itu Atau dumatan itu apa Berurutan Ya Ya Ma'atasdi Dilharfit Talih Kemudian apa Ditasdid huruf yang setelahnya Ya Contohnya pada roh itu kan Disitu apa Dombahnya apa Berurutan kan Ya berurutan Kemudian apa Ditasdid Setelahnya Huruf yang setelahnya Ya Ini namanya pada Apa Idgum Kamil Ya Pada Apa Idgum kamil Dan hurufnya adalah Narmulu Ya Hurufnya adalah Narmulu Alidgum Al-Nakis وهو القسم الثاني عند حرفي Al-Yaa وال-Wa إذن Bakiya من ال-6 حرفان Al-Yaa وال-Wa Ma' alamatu Al-Idgum Al-Nakis Qala Wa' alamatuhu مثl Ma' mar Illa Adem Tashidid Al-Harf Al-Taili Fannun Al-Sakinah Na' yudah Al-Hara 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 Wa' al-Tanuin يكون متتابع لكن لا يشددش التالي نحو فمن يعمل لاحظ Al-Nun هل علي alamatu السكون لا Al-Yaa هل هي مشددة غير مشددة غير مشددة هكذا خير Al-Yaa التنوين متتابع هل هل هي مشددة لا إذن هذه alamatu Al-Nakis Kemudian yang kedua adalah Al-Hara Al-Nakis Ya Itu hurufnya ada dua yaitu apa Ya dan Wow dan tandanya itu tidak ditasdit pada huruf yang setelahnya ya tidak ditasdit pada huruf yang setelahnya ya disitu ada Nunsukun kemudian setelahnya huruf Ya itu tidak ada tasditnya ya begitu pula apa disitu tanwin ya tanwinnya apa tatabak yaitu berurutan kemudian pada Ya itu huruf setelahnya disitu apa ini jadi pada pertama tadi apa hurufnya Narmulu ya kalau disini apa Ya dan Wow jadi Idhum Kamil hurufnya Narmulu ya ada pun kalau apa Idhum Nakis adalah huruf Ya dan dan Wow Narmulu adram Idhan Islam Alamat Anadhram ulama Tidak Alamat Alamat Anadhram Alama Alamat 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 موضعات وفق هذا التقسيم ولم تضع وفق التقسيم الذي ذكر في الدرس وهو تقسيمهم اليدغام إلى إدغام بغنى وبيغيرغنى يعني ini terkait dengan موسحف bahasanya ini adalah untuk menunjukkan alamat إدغام tentang alamat إدغام bukan seperti pembahasan kemarin yaitu pembagian tentang إدغام yaitu terbagi إدغام بغنى dengan بغيرغنى tetapi disini apa alamatnya dalam Al-Quran disitu disebutkan dalam موسحف bahasanya disebutkan إدغام disini adalah terkait dengan إدغام kamil dan إدغام ناكس jadi kalau إدغام kamil tandanya sebagaimana telah disebutkan kalau ناكس itu tandanya sebagaimana yang telah disebutkan الآن نعود إلى علامة القلب في الحاشية معدن نطقنا الحكم وعرفنا يقول في الحاشية في درس اليوم علامة القلب ما علامته في المصحف الشريف قال علامته وضع وضع لازم لكن هنا الميم العمودية هذه علامة القلب أن توضع على النون قال لحو أم بورك ماذا على النون الميم الميم العمودية الصغيرة التي علامة القلب قال وفي التنويل وضع مي من صغيرة بدلا من الحركة الثانية إذن بدل الحركة الثانية من التنويل لأن التنويل عبارة عن حركتين عن تضعيف الحركة فتحتان ضمتان كسرتان عبارة عن تضعيف الحركة فالحركة الأولى تبقى كما هي الحركة الثانية نضع بدلا منها ميما عمودية ميما صغيرة قال نحو سميع بصير لاحظ في السميع الأصل يكون ضمتان أو لا لكن وضع بدل الضمت الثاني الميم العمودية الصغيرة من مراد منها علامة لحكم القلب ثم تنظر في الميم العمودية الصغيرة مم 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 م أمودية ترجمة نانسي قنقر القلب ينبغي أن تستخرجها وتجيب عن ذلك كتابة كما أنه قد جاب عن السؤال الأول أوتوه من بعد الحكم قلب السبب نون ساكن وقع بعدها وهكذا بغيا بينه تنوين وقع بعده بأ الحكم قلب وفي آخر هذه الأسنة قال تكذيف تجيب عنه أيضا تخرج أمثلة القلب من سورة عباس تقرأ سورة عباسة وتولى تقرأ هذه السورة بتألم وتستخرج منها أمثلة حكم القلب تقرأ سورة عباسة وتقرأ سورة عباسة وتقرأ سورة عباسة وتقرأي تقرأ سورة عباسة وتقرأ سورة عباسة وتقرأي سورة عباسة وتقرأ سورة عباسة وتقرأي سورة عباسة وتقرأ سورة عباسة وتقرأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقرأي